الجزء الثالث المتعلق به واللي احنا ذكرناه بالامس وكان مفاجأة للجميع وده من مصادرنا بتأكد هذه المعلومات واي نادي لأكاونت على TMS خاص بانتقالات اللاعبين هيقدر يدخل على نظام الانتقالات ويعرف ان الاتحاد المصري لقارة القدم من سنة او تحديدا في شهر ستمبر عام 2018 ارسل الاتحاد الدولي لقارة القدم فيفا اكد له ان نهاية الموسم موسم 2018 2019 سيكون بتاريخ 30 ستة 2019 وسيبدأ العمل بنظام TMS للانتقالات الصيفية في القيد المحلي بدءا من 1 سبعة 2019 حتى 15 تسعة 2019 هناك فرصة ايضا اسبوعين اخرين في شهر ستمبر لان القيد TMS بيسمح لك بحد اقصى 12 اسبوع عندك حد ادنى وحد اقصى لكن الحد الاقصى للانتقالات حوالي 12 اسبوع الاتحاد المحلي الاتحاد المصري ارسل الاتحاد الدولي في ستمبر الماضي ان القيد المحلي سينتهي في مصر 15 ستمبر وسيبدأ 1 يونيو 1 يوليو 1 سبعة 2019 وبالتالي اتحاد كرة القدم في الاستعداد للموسم الجديد كان بلغ الاتحاد الافريق والاتحاد الدولي عبر نظام TMS انه سينتهي من الموسم الجاري يوم 36 وفتح الانتقالات يوم 1 سبعة 2019 لغاية 15 تسعة والاستعداد للموسم الجديد نظام TMS ده نظام انتقالات بيسر على كل الاتحادات في العالم والاتحاد الدولي عشان يحدد خريطة فتح TMS لكل الاتحادات ويكون فيه ربط الالكتروني بين كل الاتحادات الاهلية بيتعامل مع الاتحادات الاهلية والاتحادات القرية قبلها بسنة عشان يبدأ يوفق موعد الانتقالات لان هناك انتقالات لعدد من الاندية بيستمر لغاية شهر اكتوبر وشهر نوفمبر وبالتالي عشان يتم التنصيق بنظام TMS والسيستم يقدر مفتوح لبعض الاتحادات لازم يتم التنصيق الالكتروني ده قبلها بسنة والخطابات بترسر بشكل رسمي للاتحاد الدولي فيفا عشان تقدر تحدد كل هذه الاترة المتعلقة بانتقالات اللاعبين وهذه اللوايح وهذه الخطابات مش فكرة ادارية فقط هي فكرة متعلقة ايضا كمان بامور فنية وامور مالية الاتحاد الدولي لما بيرسي هذا المبدأ في ضرورة مخطبة الاتحادات المحلية للاتحاد الدولي قبلها بسنة عشان يفتح نظام TMS في موعد معينة هو امر متعلق بنواحي مالية عشان ما يكونش فيه خسائر مالية على الاندية اللي هتتعامل مع نظام TMS اذا ما كان هناك نظام ظهر فجأة في عدم فتح باب القيد او تغيير موعد القيد وبالتالي الاتحاد الدولي ارثى هذا المبدأ حفاظا على الفلوس المتعلقة بعدم خسائر الاندية لاي ارقام في المزانيات المتعلقة بقطاعات قرة القدم لان الاتحاد الدولي لقرة القدم فاهم بشكل كويس جدا ان قرة القدم اصبحت صناعة فلا يجوز باي حال من الاحوال ان يكون الاتحاد الدولي او الاتحاد الاهلي او الاتحاد الافريقي سبب حتى لو بشكل غير مباشر في تعرض الاندية لاي من الخسائر المالية وبالتالي هذا النظام الاكتروني نظام ضقيق جدا وبيحدد هذه الموعد قبلها بسنة وبالتالي اتحاد القرب نفسه هو اللي قال لالاتحاد الدولي ان انا عفتح القيد يوم 1 سبع 2019 لغاية 15 ستمبر 15 تسعة الفين و تسعة ترجمة نانسي قنقر